بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعده الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعليني وإياكم في هذه الحلقات المباركات ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدن وتوفيقا أيها الأحبة الكرام كنا في حلقات ماضية تكلمنا حول شيئا من أحكام الصلاة وما يتعلق بالطهارة لها وكذلك ذكرنا بشيء من التفصيل أحكاما حول ما يكره في الصلاة وما يستحب فيها وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أثير عنه من سنن وما يباح في الصلاة فعله وما لا يباح فعله إلى آخر ذلك من ما تكلمنا عنه مما يتعلق بأمر الصلاة لعلنا اليوم نتكلم إن شاء الله حول سجود السهو وما قد ينوب المصلي أحيانا في صلاته من أخطاء تجعله في بعض الأحاين يحتاج أن يسجد السهو أو أن يركع خلل صلاته بشيء يفعله في الصلاة نفسها السلف رحمه الله تعالى ما كانوا يسهون كثيرا في صلواتهم بل أبو زرعة الرازي رحمه الله كان يصلي بقومه إماما أربعين سنة فأقبل إليه يوما قوم من طلاب الحديث فصلوا معه في المسجد فرأوا في محرابه كتابات يعني أشهد أن لا إله إلا الله وبعض آيات القرآن فلما انتهى من الصلاة وجلسوا معه يحدثهم سأله واحد منهم قال يا أبا زرعة قال نعم قال ما رأيك في الكتابة في المحارب؟ ما هو حكم الكتابة في المحراب؟ قال أبو زرعة قد كرهه قوم ممن مضى وأنا أكرهه وأنهى عنه أنا أرى أنه لا يجوز الكتابة في المحراب فقال له هو ذا في محرابك كتابة؟ أنت قل ما يجوز طيب محرابك في الكتابة؟ قال محرابي في الكتابة؟ قال نعم فذهب ونظر فإذا في الكتابة؟ قال له سبحان الله ما دريت عن ذلك؟ قال والله إني إمام منذ أربعين سنة والله ما جاوزت عيني موضع سجودي طوال هذه السنوات وأنا وصلي في هذا المحراب جماعة لمدة أربعين سنة وهو يصلي ما رفع بصره أبدا ولا يدري أن فيك كتابة لو تسأله ما هو لون البوية التي في جدار المحراب ما يدري أخضر أحمر أزرق من كثرة من شدة خشوعه وإقباله على ربه جل وعلا كذلك ذكر أن بعض السلف كان يصلي بقومه وكان لا يسهو أبدا فقال له قائل إنك لا تسهو في صلاتك قال وهل هناك شيء عندي أعظم الرب العالمين أفكر فيه فكانوا فعلا يعني في أثناء صلواتهم لا يلتفتون إلى شيء مدام أنهم يعني مقبلون على ربهم جل وعلا في صلاتهم وكان يقول ليس عندي شيء أعظم الرب عز وجل أجل أن أفكر فيه وهذا يا جماعة يعني هو أمر معروف الآن لو تأملت في بعض الناس لو وجدت أنه مع شدة خشوعه في صلاته وانكساره فيها لا شك أنه مع شدة هذا الخشوع والانكسار يعني يغيب عما حوله من الأمور يعني الآن لو واحد فرضا ينظر إلى مباراة كرة مثلا في التلفاز أو ينظر إليها قد حضرها فتجد أن مثلا لعبه المفضل قد أقبل إلى المروى المروى لأجل أن يسجل هدفا مثلا هدف كروي يعني وهو مقبل ذاك الرجل وهو يعني يفر بالكرة يمينا ويسارا تجدوا أن صاحبنا فتح عينه لو يدخل عليه واحد يقول السلام عليكم لو يرن هاتفه الذي في جيبه من تبه إليه لو المكيف مثلا يضرب ويحترق قد لا يلتفت إليه ما دام أن عينه معلق بهذا الذي يلعب لعله لمدة نصف دقيقة إلى دقيقة إلى خمس دقائق غائب عما حوله لأن فكرة كلها مركز على هذا القور الذي سيسجل أو هذا البلنتي الذي سوف يشات أو نحو ذلك لكن يا جماعة لما نقول لبعض الناس أن فلانا من السلف كان يصلي في المسجد فهدمت ناحية من المسجد ولم يعلم عنها وهو يصلي من تبه إليها لأنه غارق في صلاته يقول بعض الناس يا شيخ أنت من وين تأتي بهالكلام لكن لما تقول له في واحد يا جماعة كان يتابع مباراة لما مثلا أحد اللعيبة أقبل على القول لأجل أن يسجل هدفا صاحبنا يا جماعة دخلت عليه أمه وكلمت وخرجت وهو ما يدري ماذا قالت قد تقول أمه ترى سيدخل ضيف يقول طيب 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 وهو ما يدري ما يدري لا الضيف دخل ولا يعلم أو تقول لأمه ترى سنخرج ثم يدخل يبحث عنهم أين أمي وإخواني ما يدري أنهم أخبروا بذلك فيصدق الناس الثانية ولا يصدقون الأولى لأنهم رأوا من الثانية نماذج ممن يغيبون بالكرة إذا تراكضت بين أيديهم وركضوا وراءها ولا يغيبون بصلواتهم بل أحيانا المباراة يقال والله سنجعل هناك وقت إضافي نصف ساعة لأجل التصفيات والناس متحمسون نعم إلا أجعلها ساعة أو ساعتين لكن لو الإمام يقول يا جماعة أشرائكم اليوم في صلاة المغرب بدل ما نقرأ بكم كالعادة قولوه الله أحد وإننا أعطيناك الكوثر إش رأيكم يا جماعة اليوم نطبق السنة ونقرأ بكم سورة الأعراف جزء كامل يعني عشرين صفحة قالوا لا يا شيخ والله نحن مشغولون وما نقدر يا شيخ وصعب علينا ومن أما قوما فليخفف وحفظين لهم كم حديث يردون به على الإمام في ذلك المقصود من هذا أن موضوعنا اليوم ليس هذا موضوعنا اليوم عن السهو في الصلاة وكيف يستطيع الإنسان إذا سهى في صلاته أن يعني يتعامل مع هذا السهو كيف يستطيع أن يحله الإنسان عرضه للنسيان والذهول والشيطان يحرص على أن يشوش على ابن آدم أن يشوش عليه في صلاته وشرع الله عز وجل للمصلي يعني سجود السهو ككفارة أو كسداد للنقص الذي يقع منه في صلاته النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته لكنها سهو يعني في صلوات معدودات من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فسلم من ركعتين وهذه الصلاة لها قصة وهي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فإحدى صلاته يا عشي إما صلاة الظهر أو صلاة العصر فلما صلى صلوات ربي وسلامه عليه ركعتين سلم من صلاته ومشى ثلاثة أربع خطوات واستند على عمود في المسجد الناس قد بدأوا يتحدث بعضهم مع بعض يا جماعة كم صلينا ركعتين لا صلينا أربع طيب كيف يعني نقصت الصلاة أما الذي حصل وخرج بعض الناس من المسجد فأخذ بعض الناس يتكلم بعضهم مع بعض وهابوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل اسمه ذو اليدين طبعا هو ليس اسمه ذو اليدين لكن كنيته لأنه كان في يديه طول فكان يسمونه ذو اليدين أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة أنت نسيت وصليت ركعتين أم الصلاة قصرت بدل أربع ركعات خلاص رب العالمين جعلها ركعتين قال صلى الله عليه وسلم ما نسيت ولا قصرت قال بل نسيت مدام أنك تقول ما نسيت ولا قصرت إلا أنت نسيت قال وما ذاك قال صليت بنا ركعتين التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال أحق ما يقول ذو اليدين صحيح أن صليت ركعتين قالوا نعم يا رسول الله ما صليت إلا ركعتين فقام صلى الله عليه وسلم الى محرابه وصلى بهم بقية الركعتين ثم بعدما سلم منهما سجد صلى الله عليه وسلم سجد السهو فهذا مما سهى فيه صلى الله عليه وسلم مرة من المرات صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعات وسلم ثم سجد ايضا للسهو مرة قام من اثنتين ولم يجلس للتشهد فسجد للسهو لكن وكان صلى الله عليه وسلم يقول اذا سهى احدكم في صلاته فليسجد وفي بعض الروايات قال فليسجد السجدتين قبل ان يسلم الى اخر ذلك لكن يا جماعة لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم سهى ما يعني انه لما يصلي 23 سنة مثلا او قول الصلاة فرضت في السنة الثالثة او الرابعة مثلا بعد البعثة يعني صلى مثلا لمدة 20 سنة اضرب 20 سنة كل سنة كم فيها من صلاة كل شهر فيه 150 صلاة اضافة الى صلوات القيام الليل والنواف التي يصليها باصحابه والاستسقى والعيد وغير ذلك قل كم ركعة كم يعني صلاة صلى خلال هذه السنوات الطويلة ولا سهى جماعة الا في ثلاثة او اربع صلوات وبعض الناس اليوم تجد انه في الاسبوع يسه سهو او سهوين فلا يعني انه صلى الله عليه وسلم سهى انه تساهل نعم هو سهى لكن لاجلا يبين الله تعالى شريعة لامته ولانه بشر فلا يعني ان النسان يتساهل مدام ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى يشرع سجد السهو ايها الاخوة والاخوات في ثلاثة مواضع من ذلك اذا زاد في الصلاة او اذا نقص من الصلاة او اذا حصل عنده شك في صلاته فهذه ثلاثة مواضع لاجل السجود السهو وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يعني يضبط امر صلاته بحيث انه ما يقع عنده خلل انا سأمر معكم على هذه الانواع الثلاثة الزيادة في الصلاة ثلثة بين السجدتين الثانية وزاد سجودا ثالثا ايضا فهذا زيادة لكنها من جنس الصلاة لانها سجود خذ مثالا على من زاد شيئا ليس من جنس الصلاة انسان مثلا يصلي فمثلا اصابه حر مثلا ففتح ازرار ثوبه ونزع ثوبه وبقي مثلا بالملابس الداخلية الساترة لعورته ووضع الثوب على جم هذه زيادة افعال معينة فعالها ليست من جنس الصلاة فهل تفسد صلاته بها ام لا بالنسبة للزيادة التي ليس من جنس الصلاة مثل مثلا من نزع ثوبه او مثلا كان عليه مثلا رداء انفى نزعه او نزع غترته او مثلا يعني اصابه حر فبدأ ينزع الشراء الجورب ونحو ذلك هذا اذا كان فعلا كثيرا بحيث ان الذي يرى من بعيد يقول هذا ما يصلي هذا جالس ينزع الجوربين هذا تفسد صلاة اذا كان كثيرا اما اذا كان قليلا مثل فتح الباب او مثلا يعني عدل غترته او مثلا اخرج من دينا ومسح انفه او نحو ذلك فهذا لا بأس به اذا عندنا نوعان اما ان تكون زيادة ليست من جنس الصلاة او ان تكون زيادة من جنس الصلاة طيب الزيادة التي ليست من جنس الصلاة تكلمنا عنها خذ الزيادة التي من جنس الصلاة متى تكون مفسدة للصلاة ومتى لا تكون مفسدة الزيادة التي من جنس الصلاة تتنوع الى زيادة في الاقوال او زيادة في الافعال قد يزيد شيء من الاقوال او يزيد شيء من الافعال فما هي زيادة الاقوال وما هي زيادة الافعال نبدأ معكم بزيادة الاقوال مثل مثلا من في صلاته مثلا قال سمع الله لمن حمده ثم بدأ قال مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم تذكر انه لا هذا قيام هذا بعد الركوع هذا ليس كراءة فاتحة فاكمل ربنا ولك الحمد الله أكبر وسجد طبعا السجد لا يرفع يديك كما سيأتي معنا سجد فهذا زاد زيادة لكنها زيادة من الاقوال وليست زيادة من الافعال هذه الزيادة التي في الاقوال هذه لا يلزمه فيها سجد سهو على الصحيح وان سجد للسهو جاز له ذلك هذا فيما يتعلق بالزيادة في الاقوال كذلك الزيادة التي تتعلق بالافعال لو انه زاد شيئا من الصلاة زاد مثلا سجودا او زاد ركوعا او زاد مثلا يعني سلاما في الصلاة او نحو ذلك مثل اعطيكم مثال غير ركوع السجود نفرض يا جماعة انه انسان مثلا يصلي صلاة الظهر فالركعة الاولى صلى صلاة عادية ثم قام الى الركعة الثانية انتهى من الركعة الثانية جلس قرأ التشهد ثم وأشهد أن محمد العبد الرسول الله أكبر قام إلى الركعة الثالثة سجد السجود الأول في الركعة الثالثة ثم جلس ثم سجد السجود الثاني ثم لما سجد السجود الثاني ظن أن هذه هي الركعة الرابعة فجلس قال الله أكبر التحيات لله والصلاة الآن هذا زاد جلوسا وزاد كلاما لما قال التحيات لله والصلاة والطيبات تذكر هذه الركعة الثالثة ما الذي أجلسني قام إلى الركعة الرابعة هذا عنده زيادة في الصلاة صح؟ هذا تعتبر زيادة في الصلاة كما انه لو زاد سجودا او ركوعا او نحو ذلك في هذا الحال مادام انه زاد شيئا في الصلاة فان المشروع له في هذا الحال ان يسجد لسهو طيب متى يسجد لسهو يسجد لسهو قبل السلام ام يسجد لسهو بعد السلام تعالوا نفصلها الان يا جماعة نفرض ان الصلاة خط مستقيم تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم هذه الصلاة الاصل انها ركعة فيها ركوع سجدتين ثم ركعة فيها ركوع سجدتين وجلسة تشهد ثم ركعة فيها ركوع سجدتين ثم ركعة فيها ركوع سجدتين جلسة تشهد ثم سلام فصاحبنا هذا كيف كانت صلاته اعطانا ركعة فيها سجودين وركوع وركعة فيها سجودين وركوع وجلسة تشهد اللي هي الركعة الثانية ثم الركعة الثالثة المفروض فيها سجودان وتشهد هو زاد فيها الجلسة التي ظن انها تشاهد اخير وقطعها وقام اذا الصلاة فيها زيادة طيب سجود السهو ايضا هو زيادة في الصلاة لجبر النقص فمدام انك زدت في الصلاة فلا ينبغي ان تأتي بسجود السهو وتزيدها ايضا في الصلاة فتجعل سجود السهو بعد السلام اذا كانت الصلاة فيها زيادة اجعل سجود السهو بعد السلام اما اذا كانت الصلاة في الحالة الثانية وهي اذا نقص من الصلاة شيئا رفض يا جماعة ان انسان مثلا يصلي فلما قام الى الركعة مثلا الركعة الثانية صلى الركعة الاولى كلها تمام 100% قام الى الركعة الثانية المفروض يجلس للتشهد ناسي صاحبنا وقام قال الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم تذكر اني ما جلست للتشهد خلاص ما يجوز ان يرجع اليه دخل في ركن ما يجوز ان يرجع اليه لكن تعتبر صلاته هذا الخط المستقيم فيه هنا نقص فيه فجوة طيب يحتاج ان يسدها يسدها بشيء زاد على الصلاة يأخذ سجود السهو ويسد به هذه الفجوة اذا عندنا قاعدة يا جماعة اذا كان قد يعني زاد شيئا في الصلاة فانه يسجد للسهو بعد السلام اما اذا كان قد رقص شيئا من الصلاة فانه يسجد للسهو قبل السلام هذه قاعدة عندنا زيادة اسجد بعد السلام نقص اسجد قبل السلام طبعا الذي يزيد في صلاته الأصل أيضا أن يسجد بعد السلام لكن هل يسلم مرة ثانية أم لا هذه أيضا فيها كلام طويل لأهل العلم هل يسجد هل إذا سجد بعد السلام هل يقرأ التشهد مرة ثانية أم لا يقرأ الصحيح أنه لا يلزمه أن يقرأ التشهد مرة ثانية وإنما يسجد يسلم السلام عليكم ورحمة الله ثم مثلا يسجد الله أكبر السجدتين ثم يجلس ويسلم مرة أخرى هذا فيما يتعلق أيها الأحبة الكرام بسجود السهو وما يتعلق ايضا بسجود السهو متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام عندنا ايضا قاعدة مهمة او هي حالة ثالثة تقع لعدد غير قليل من الناس وهي اذا كان السجود السهو ليس لاجل زيادة ولا لاجل نقص انما هو شك في الصلاة انا اعطيكم مثالا على ذلك نفرض ان انسانا مثلا لما اراد ان يصلي في صلاة قام الى الركعة مثلا الثالثة فشك هذه الثالثة ام الرابعة او مثلا هي الركعة الرابعة وشك هل هذه الركعة يا جماعة الثالثة ام انها الركعة الرابعة التبس عليه الامر ولا يدري ففي مثل هذا الحال مدام ان الامر ملتبس بهذه الطريقة فالمشروع له هنا المشروع له هنا انه اذا اراد ان يأخذ اذا كان عنده غلب الظن قال والله الظهر ان هذه الرابعة خلاص اعتبرها الرابعة إذا غلب على ظنك تسعين في المئة أنها الرابعة اعتبرها الرابعة وسجد لسهو قبل السلام احتياطا أما إذا قلت ما أدري يا جماعة هي الركعة الرابعة أم الثالثة ما أدري ما أدري ما استطعت أن أرجح نقول إذا نعتبرها هي الركعة الثالثة خذ بالأقل الأحوط كما لو أن إنسان يطوف حول الكعبة والتبس عليه الأمر ما يدري هذا الشوط السادس أم السابع نقول نجعله السادس إنسان مثلا يرمي الجمرات في الحج ما يدري هل هذه الجمره الخامسة أم السادسة نقول اجعلها الخامسة احتياطا كذلك أنت إذا التبس عليك هل هذه الركعة الرابعة أم الثالثة فاعتبرها الركعة الثالثة احتياطا ثم قم وإيتي بالركعة الرابعة وسجد لسهو متى بعد السلام وسجد لسهو بعد السلام لوجود الشك يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى واحدة أم اثنتين فليجعلها واحدة ما يدري صلى ثنتين أو واحدة يجعلها واحدة وإن لم يدري ثنتين أو ثلاثا فليجعلها ثنتين رواه الإمام أحمد ومسلم طبعا بالنسبة للمأموم أحيانا المأموم يا جماعة يصيبه الشك نفرض أن إنسان مأموم يصلي فالتبس عليه الأمر ما يدري أنا الآن دخلت مع الإمام في الركعة الثانية أم في الركعة الثالثة ما يدري هو فاته أول الصلاة لكن ما يدري ففي هذا الحال يأخذ بالأقل أيضا يأخذ بالأقل يعتبر نفسه دخل في الثالثة ويأتي بركعات بعدها ويسشد للسهو بعد السلام كذلك من أهم ما يتعلق بهذا فيما يتعلق بأمر الصلاة والسجود أن بعض الناس يا جماعة يأتي ويدخل مع الإمام والإمام راكع ثم يدري يا جماعة هل أنا أدركت الركوع أم لم أدركه أنا أعطيكم مثالا نفرض أنك جئت والإمام راكع الإمام راكع جئت أن تمشي فقلت الله أكبر أول ما بدأت تركع قال الإمام سمع الله لمن حمده وقام طيب يا جماعة أنا أدركت الركوع فأعتبر نفسي أدركته وأحسب هذه الركعة هو آتي بركعة واحدة بعدها أو ركعتين بحسب ما فاتني أم أني لم أدرك الركوع ويجب علينا آتي بركعة بدلها هل هذا الإمام يا جماعة قال سمع الله لمن حمده بعدما قام أم قاله وهو راكع في هذا الحال نقول خذ بالأحوط ما هو الأحوط الأحوط لك أنك تعتبر نفسك ما أدركت الركعة وتعتبر هذه الحركة زائدة منك وتقوم تأتي بركعة بدلها وتسجد للسهوي بعد السلام لأن فيه زيادة في الصلاة فيه زيادة بقيت مسألة أخيرة وهي لو أنك جئت والإمام راكع مثلا قلت تريد أن تكبر الآن تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال الركوع وتخشى أن يفوتك يعني الإمام راكع تخشى لو قلت الله أكبر الله أكبر أن يقول سمع الله لمن حمده ففي هذا الحال يكفي أن تكبر تكبيرة الإحرام ويدخل فيها الركوع فتقول الله أكبر وتنوي أنها الإحرام ويدخل فيها الركوع وتركع وإن كبرت تكبيرتين إن قلت الله أكبر فهذا أولى وهو الأقرب إلى السنة هذا باختصار في الحقيقة يعني جمل من أحكام سجود السهو وقد حاولت أن يحيط على الأقل بتسعين في المئة من أحكامه بقيت بعض اللطائف حول سجود السهو يمكن للإخوة إن شاء الله الحريصين أن يعودوا إلى كتب الأحكام مفصلة في ذلك أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد ونجعلنا وإياكم باركين أينما كنا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته